رفع المستشار دكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب الجلسة العامة للمجلس على أن يعود عقد جلساته العامة يوم الأحد الموافق السادس من شهر فبراير المقبل هذا ووافق مجلس النواب خلال جلسته العامة نهائيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون التخطيط العام للدولة كما وفق المجلس نهائيا على مشروع قانون بتعديل بعض الأحكام الخاصة بالقطن وبإلغاء القانون بشأن إنشاء صندوق تحسين الأقطان المصرية في إقليم مصر ووافق مجلس النواب أيضا نهائيا على مشروع قانون المالية الموحد والمقدم من الحكومة كما رفض المجلس منح موظفي المالية الضبطية القضائية كما وافق المجلس في المجموع على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون المنشآت الفندقية والسياحية وأرجاء أخذ الرأي النهائي على مشروع القانون إلى جلسة قادمة كما وافق مجلس النواب نهائيا على قانون إنشاء صندوق دعم السياحة والأثار ترجمة نانسي قنقر